في دوري العمومي الاهلي والسنطة 67-14 نتيجة كبيرة فريق السنطة لسه داخل الدوري حديثا فلازم يكون لسكور بالشكل ده والاهلي بيفوز على نادي 6 اكتوبر بنتيجة 38-20 ايضا وبطورة منطقة القاهرة الاهلي نادي الناصر في منطقة القاهرة بيفوز 32-15 نروح نشوف جدول ترتيب فريق النادي الاهلي لكرة اليد بسيدات بعد الاسبوع ده في عيد بالزبط الاهلي في المركز الاول لعب 20 مباراة فاس 19 خسر مباراة واحدة بنقاط 58 نقطة نادي سبورت رينكز الثاني 20 مباراة 18 فوز وخسارة مباراتين 56 ونادي الشمس الثالث برصيد 54 نقطة سموحة الرابع برصيد 49 نقطة والمعادي الخامس برصيد 46 نقطة الطيران السادس 45 نقطة والسابعة الجزيرة برصيد 45 نادي 6 اكتوبر الثامن برصيد 7 خلينا نروح لمكملين لسه لسه المعالش عفوا الجدول بس كبير هما خفشي الفريق الناصر التاسع برصيد 32 الزهور العاشر برصيد 32 وأصحاب الجياد 11 برصيد 31 نقطة و12 نادي هوليليدو برصيد 30 ونادي مديت نصر 13 برصيد 25 نقطة ونستداخل حديثا للدوري المنتاز للكرة اليد السيدات 20 21 نقطة ونادي المنصورة 15 برصيد 21 نقطة لسه خلصان ماتش حالا كان بلعبوا نادي الجزيرة سيدات الأهلي وفاز 33 24 لسه المقاتش خلصان حالا خلينا نروح لتقرير بعد مباراة بعد مباراة الصنطة صلاح وكابتن غدا حسام وكابتن دعاء حلمي نشوف قاله ايه على مباراة نادي الصنطة طبعا احنا كنا عندنا ماتش السبت اللي فات والتلات والخميس دوت عندنا مباراة اللي بتاعة الصنطة احنا بنحترم اي فرقة نلعب من دعاج دعاء واحنا بمستوى ايه اللي قدامنا لان احنا هدفنا طبعا بطولة الدوري وده في الدوري وسعنا عندنا الفترة دي يمكن احنا النهاردة مرايحين ناس كتير عندنا ضغطقة الأسبوع ده وعندنا لسه ماتش بعد بكرة لو وهموا السبت والتلات والخميس بننعب في الأسبوع ثلاث مباريات جنب ماتش الكاس او ماتش المنطقة احنا الحمد لله يعني فيه ماتشات بنبقى عارفينها بيبقى عندنا تمرين قبلها يعني انا من الناس اللي قبل الماتشات ديت وباجي على الملعب على المباراة بابقى عامل حسابي على الحمل تمام وبحاول ان انا ازابط لياقة بتاعت اللعيب بتاعتي ان هو ما يقدرش انزل في المستوى اللي هو قليل شوية الفوز بالنسبة لنا دي حاجة كويسة ثاني حاجة زي ما حدت قلت ان هي فرينا متواضعة هي فرينا لسه صعدة من دور بتاعت نشتغل على كل ماتش بتاعه ومتركز على حاجات معاينة يتمرنا عليها المطشات اللي جاية احنا مطشات دخل علينا تبعا قوية عندنا تلات مطشات في الاسبوع فمش اهم حاجة عندنا ان احنا بنلعب زي ما نادي الاهلي او متعود علينا الاداة بتاعنا لازم يعلى كله مطش بصش بقى ان مطش ده قوي او ضعيف بص ان احنا عايزين نحقق التارجت بتاعنا اللي احنا حطينه وان شاء الله زي ما متعودين التارجت بتاعتنا كل سنة ان شاء الله طبعا هم بيبقى ستايل الناس داية في اللعب باعتارية اللعب بتاعتهم مختلفة تماما عن اللي احنا بنلعب معاهم فدي بتدينا طرق لعب جديدة اسلوب من احنا اللعب بيه بنشتغل كتير على الجاري والفصاد بريك بنركز على حاجات معينة نعملها بحيث ان احنا في المطشات القوية لما في مثلا خطة لعب مش عارفين نلعب بيها او مثلا مقفول علينا بيها نقدر نغاية تتغل بأي خطة تانية نقدر نتعود عليها في المطشات الحمد لله اللي يبارك في حضرتك اعتبر مطش النهاردة كان مطش سهل نسبيا يعني بس احنا دايما بننزل احنا الاول نضمن الفوز وبعدين نضمن السكور لان احنا همنا السكور الدوري السنية دي شكله مختلف كل فرقة ليه احترامها كل فرقة ليه شكل جديد فبنضمن السكور لان اي تعايده في النقط او كده السكور هو اللي يخدمنا احنا دايما تعودين احنا من الاردية ملناش دعوة بالخصم اللي قدامنا بيبقى هدفنا ان احنا نجرب حاجات جديدة نوزع الحملة على المباراة على الفرقة كلها لشان نتفادى اي اصابة تحصل اي حد المباراة دي بتبقى فرصة لنا ان احنا نجرب طرق جديدة سواء في الدفاع او الهجوم ان احنا نجرب تشكيلات جديدة للفرقة مع بعض خصوصا كمان ان الفترة اللي جاية كلها فيها ضغط مطشات ثلاث مطشات في الاسبوع الفترة اللي جاية كلها فالمطشات دي بتخدمنا في النص حاجات اللي هتنفعنا في المطشات اللي قدام زي ما شفنا فريق كرة اليد السيدات وهو بيتكلم على البطولات وبيتكلم ان هو في المطشات السهلة بيحاولوا يطبقوا الخطط عشان يقدروا يوصلوا لاحسن مستوى ليهم في الوقت اللي جاي والمطشات المهمة بيقدروا يطبقوا دوقتي خطط يقدروا يطبقوا في البطشات المهمة خلينا نقول ان هم برضو قالت كابتن غايدة حارس المرمى قالت حاجة مهمة نكسبها كل جمهور مستني بطولاتكو دي وكل جمهور يعني عاشق لبطولات جمهور النادي الاهلي بيتمنى لكم ان شاء الله في المرحلة الجاية ان كل بطولات تكون جوة النادي الاهلي لكن لازم باشكر نادي السنطة اللي فعلا موجود فيه جوة دوري المحترفين او دوري العمومي سيدات لكرة اليد لان اول مشاركة ليه فيه تكلفة عالية بتحصل للبنات لكن التصميم نادي السنطة ان هو يكون متواجد دي حاجة اشتركوا في القناة